طيب عايز اخر حاجة اسألكو الزمالك دخل منافسة عالدوري خلاص كده بقى في المنافسة موجود طبعا المطش ده حط الزمالك في حتة ونقل ونقلة كبيرة جدا التلاتة بونت دول بستة بونت خاصة ان انت لما بتيجي تبص على اللونجوي هتلاقي الزمالك والاهلي ومعاهم شوية بيرامدز طبعا يعني في نتائج بيرامدز جسم النهارة في نتائج بتقولك ايه يعني مع كل التقدير والاحترام لكل الفرق الموجودة من الاول للسادس هتلاقي ايه المصري بعد ما كان طالع بدأ ينزل تاني الله ينور عليك فانك تمشي وتضرب المنافس المباشر ليك في مطش الدور الاولاني لأ ده بيديك نفس كبير قوي بس المهم بقى هنا نقطة مهمة جدا يا كريم ان لعبت الزمالك يبقوا مركزين قوي ان ده مطش وتقفل عملت كده هتكمل ما عملتش كده وهتفضل الاحتفالات والامور وانا كسبت الاهلي بصة كريم انا بقولها وهعيدها وهازدها لازم كان لازم النهاردة لعبت الزمالك يصدقوا نفسهم ان هم يقدروا ياخدوا الدوري ويكسبوا الزمالك يأخذوا الدوري ممكن ممكن جدا لو صدقوا نفسهم خد بالك لازم لعبت الزمالك يركزوا ان هم يصدقوا نفسهم ان هم كويسين حلو الاهلي بقى هل النتيجة بتات النهار دي ممكن تجر ان النتائج سيئة تانية ولا من لا هو بس الإصابات لو رجعت لا الأمور هتختلف يعني بس شايف المنافس في الدور يعني بيرميز يعني الأهلي بيرميز بيرميز الزمالك يعني أنا الغد دلوقتي ما شفتش ندق يعني حتى مطشين في يوتشر كيسي باتنين واحد وواحد واحد ودق في يوتشر أحسن من زمالك يعني أنا مطش اللي التحاد دوت يعني هو ممكن إدى شوية لنادي الزمالك على نفسية اللعبة شوية أما تيجي تبص نادي الزمالك طول المطشات اللي شافها اللي اللعبها الراجل ده ده الزمالك كله استحواز كله استحواز طول ما الكرة معايا مش هيجي فيها جونة حسن طب أنا في الآخر وبوصل نادي الزمالك أنت كان معاك الكرة وفي الآخر اتغلط لعا ما كانتش بالشكل ده ما كانتش لسه الفرع على فكرة كان لسه بيفاول الفرع وبيحفظ يعني يعني الأيام اللي جاي هتثبت لنا مين اللي هينافس النادي الأهلي على الدور